لقاء يرسم معالم يوم جديد في العلاقات الأمريكية المصرية هكذا وصف البيت الأبيض الأمريكي اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقاء أكد فيه الطرفان التزامهما بالتعاون فترامب أكد للسيسي التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعمها لمصر ومواجهة الإرهاب الجانبان تعهد بهزيمة الإسلاميين المتشددين بالقوات العسكرية مقابلة تغى عليها الانسجام والتوافق بين الطرفين فترامب الذي تجهل بتصرفاته بعض الزعماء عند زيارتهم له في البيت الأبيض بدأ منسجما بالسيسي الذي قال عنه إنه يقوم بعمل رائع وسط ظروف صعبة الصداقة كانت حاضرة أيضا وقد أكد عليها ترامب الذي ذكر بعلاقة الصداقة الطويلة بين مصر والولايات المتحدة ترامب لم يقف عند هذا الحد بل صرح بشعوره بالقرب من السيسي منذ أول لقاء بينهما ليخاطبه بالقول إن له صديقا حميما في الولايات المتحدة مؤكدا أنه بلده الثاني تصيحة تؤكد تحول علاقة السيسي بالولايات المتحدة بعد توترها في عهد أوباما علاقة من شأنها أن تعزز تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون الاستراتيجي فيما توقع مراقبون أن القاهرة ستتشاور مع واشنطن فيما يتعلق بنشر قوات روسية غرب مصر لقاء يبدو أنه سيعطي دفعة للسيسي للمضي قدما في سياساته التي قلصت من الحرية ودفعت المصريين إلى الاستياء من الوضع الذي وصلت إليه مصر بعد قدمه ترجمة نانسي قنقر